السلام عليكم الحبيبات الغليات ومرحبا بكم فيديو جديد كديرين لبس عليكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير في هذا الفيديو جيت نشارك معكم عشيوة اللي رائعة واحد لقغتان اللي يعجب الصغر والكبار قغتان ديال سباقيتاي كيجي زوين بزاف الفرانة البنات كوجبة عشاء خاطر خاطر وبنين وغادي نشاركوا في الطريقة ديالي ضروري تجربوه وترضو علي الخبار في التعليقات وما تنسونيش اللي اجبكم الفيديو خليو لي الجيم وباسمي الله على بركة الله اول حاجة كناخد واحدة طنجرة كيرا كوتشوفو فضرت فيها الماء كيغلي مبعد ضفت 500 جرام ديال سباقيتاي يعني بوطا ديال 500 جرام كنديلها الملح عينكم ميزانكم و كندير دائما لانيا فليبات ولا سباقيتاي كندير واحد نقطة ديال الزيت هكا باش ما كتجيش شي لسق معاشي يعني كتجي ديك سباقيتاي مفروزة لحبة على خطها فغادي كماشتو درت الملحة و نقطة ديال الزيت غادي نغطي لها وغادي نخلي سباقيتاي تطيب ماشي تجنقع يعني تكون من الدوقها تكون طيبة نحقاش غادي عدد نزيدو لها شوية في الفران مجينة هذيك هي من جهة اخرى غادي نصوبو و الحوشوة اللي غادي نديروها في هذه السباقيتاي اه هنا خديت مقلاد درت فيها واحد زوج معالق ديال الزبدة واحد شوية ديال الزيت ممكن نديرو الزيت إلا ما بغتوش الزبدة هنا شديت واحد البصلة اللي حكيتها بغيت تقطعها رقيق ولا تحكيها انا شديتها حكيتها و ازتعليها فلفلة خضرة مقطعة كما راكو تشوفو ممكن نديرو فلافي الألوان اللي بغيتو و خليتهم كيتشحروا مع بعدياتهم حتى نزلت هذيك البصلة و الفلفلة من بعد ما تقل لهم زيان زوج حبات ديال الطماطم اللي حكيتهم في الحكاكة حتى هما و خليتهم يتقل لهم ع هذيك البصلة و الفلفلة هنا كتضيفوا اي نوع ديال اللحوم لكو بغي نديرو نستعملت اللحم المفروم او الكفتة ممكن نديرو العداد و ممكن نديرو الكفتة ديال الجاج اللي قديتو عليه ديرو حليت هذيك الكفتة ديال الحم مع المكونات الاخرى وهنا يتب درت الملح اللي كيبقى على حسب القياس ديال كوم درت كذلك واحد نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود واحد الملعقة صغيرة ديال الفلفل الاحمر واحد ملعقة صغيرة من تماطم المصبرة يعني ماتشا ديال الحك فكن خلط هذي المكونات كاملين كنزيد غي واحد ربع كاس ديال الماء وكنخليها كتغلي واحد خمسة دقايق حتى كتدي شوية عقدة مشي تشرب بزب بزب تكون شوية رصوص ديالها خاطرة صافي ونطفع عليها وهذه هي الحشوة ديالنا كيشتوا معايا صافيها هي يعني ولات خاطرة وبنينا غدي نطفع عليها هنا يا غدي نصفو صلصة البشاميل تهيكة ديال رائعة تهلكم بالطريقة ديالي بالنسبة لي غدي ندير البنت الصانية كبيرة فغدي ندير لسوس بشاميل يعني ديال يتروح ليب إلا كوتو غدي نديروها صغيرة قسمو المقادر هنا غديت واحد تنجرة ولا كسرونها درت فيها جوج معالق كبار ديال الزبدة وخليتهم دابو من بعد ضفت عليهم جوج معالق كبار ديال الفارينة وخلطتهم بالفوية حتى ما كتبقاش تبان ديال الفارينة من بعد ضفت واحد لتر من الحليب يترو درت هنا هنا كامل ديال الحليب علي تقول لكم إلا غدي تديرو غي واحد صانية صغيرة ديرو غي مع القزبدة مع القفارينة نصطروا حليب تفقنا هنا من اللي درت هذا اللتر ديال الحليب كتخليوها على النار وانتما كتحرقو مرة مرة كتديرو شوية ديال الملحة شوية ديال اللي بزار ولي كتبغي القوزة البنت تدير القوزة تدير القوزة تدير فلاسوس بشامل غي انا شوية ما عنديش معاها اللي بغد ديال القوزة تحك شوية القوزة انا هنا يدرت شوية انتع الجبل المبشور وجبل احمر المبشور ما عندكش تديري واحد جوجك يطعم الجبل المثلت كي يعطي واحد الماداق زوي وكريمي سوف تخليوها كعلى النار وكتحركو فيها كتولي خاطره فهذا الشكل هذا كتكون كتعقاد وكتولي خاطره سافر البنت وكتطفيو اعليها دركين شو نصاوبو الصينيات ديالنا نستعملت هذه الصينيات يعني عائلية شوية كبيرة ممكن ديروا صينيات زوجاجية ولا كما كان عندكم فاول حاجة كميركو تشوفو شوفو سباقيته كيفش كجي معزولة ما كجي لمعجنالة والو ممكن ديروا لها ديكو نقطة ديال الزيت هنا شديت سباقيته قسمتها على زوج نصف الكيميه فرشتها كيرا كوتوفو في الاسفل ديال الصينيات مبعت شديت لصوص بشاميل ودرت عليها بهالطريقة هذي درت واحد الكيميه من صلصة البشاميل على السباقيته نبدلو شوية مشيغي سباقيته هذيك اللي جي في المقلاولة كل مره نديرها كفا قغطان كجيزونا وزعت ديكو لبشاميل حاولت ندخلها هكا في السباقيته بهالطريقة هذي من بعد كنجيب هذيك الحوشوه كاملة اللي طيبنا ديال كفتا وكنوزعوها في الواسط ولا لا دعم يعني اللي كنتو درتونتوما كتوزعوها او تاني كطبقة كاملة كديروا كامل كميه اللي درتوه بهالشكل هذا كتجي رائعه ولوليدات هاتي الشي ما ينجوهوها البنات وحتحنا زي ما مكتبوش كتجي هكا في الوسط نعمروها مليح مليح سوف البنات من اللي كتديرو طبقة منها كتشدو عوتاني شوية تعالى بشاميل وكتوزعوها فوق هذيك الحوشوه اللي درتوه وكتجيبو الكيميه اللي بقتلكم انتع سباقيته وكتغطيو بها الحوشوه بهالشكل هذا نتمنى ان شاء الله كوش يكون واضح وكوش يكون مفهوم بهالطريقة سافيه نظر كي ديك الكيميه اللي بقت لنا تعالى بشاميل قادي نخويوها كاملة فوق سباقيته اللي بقت باش ديك سباقيته ما تجيكم ناشفه يعني تجيها كشابعة من اللي سوس واخر لمسه هي ديال الفروماج كتديرو اي نوع انتع الفروماج اللي يعجبكم موزاريلا ولا يعجب الاحمر ولا اللي يحب الخاطر سوف يتحكوه وكترشوه من الفوق في الوجه ديالها وكي يعطينا هدك اللوين زويوين وكيدي واحد طبقة زويوين بزال طب البنت من اللي كان دير الفرماج كان وزعه كامل على الوجه ديالها كندخلها الفررن وحد عشرة دقايق كاستبخ كنشعلها من تحت ديالها وحد عشرة دقايق باش المكوينة يتجانسوا سوف يغيتشوفوها فاتس وحد عشرة دقايق كتشعلوها من الفوق ديالها باش كتتحمار وتاخد هدك اللوين زويوين ودهابي وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديالها ريحاتة العاية سلام بتشكل ديالها البنت كي يشهي كي يجي غزال بزاف من شاء الله هدي تجربوها بطريقة ديالي مضبوطة وغادي تعجبكم متعجب أوليداتكم وصفي كتقطعوها عادي بها لها كبحل أي قغاطة وكتقدموها بطباسيات وبالصحة والراحة حبيباتي إلا جيبكم الفيديو الغزالات متبخلوش علية كونو سخيات معايا نعرف أخواتي سخيات خليلي واحد جيم وشي تعليق زويوين وماذا بكم قاعدت بارتاجيو الفيديو مع العائلة والصحاب ديالكم باش هكا عائلتنا تزيد تكبر وتكبر ها هي يلا شكون بغا تشي طباسي يلا هجيبوه طباساكم وصفة 12 سالات هنا يا حبيباتي اللي مازال ما مشتركه في القناة كنقول كديري أبوني وإن شاء الله ما تندميش باش توصلي دائما بجديد الوصفات خليتكم على خير ونتلقوه في الوصفة القادمة والفيديو القادم إن شاء الله وداعي من راشي والصفاء مع السلامة